أكد رئيس الوزراء بشير الخصاوني أن التشريعات تسهدف حماية الاستثمارات وتعزيزها وخلق بيئة محفزة الاستثمار وحمايته إجرائياً وتنظيمياً وتشريعياً وضمان سيادة القانون على الجميع جاء ذلك خلال زيارة لمحافظة مادبة في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها للعديد من المناطق في المملكة حيث تفقد سير العمل في عدد من المرافق العامة والخدمية في المحافظة لافتاً إلى أن القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب جزء أساسي من مسيرة التنمية مؤكداً استعداد الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وحل أي إشكالات أو عقبات تواجههم